السلام عليكم مرحبا بمتتابعين القناة خليد الهريم كما وعدناكم ان شاء الله بحول الله سوف نذهب على الدليل الواكين العقاري في مكافحة غسل الأموال والمحاربة التمويل لما أعدت وزارة الإسكان من ضرورية على الواكين العقاري لكي يطلب بعض وطائق من أي زبون كما سوف يكون طيب قلما سوف يقع في المعن بحل نوتاريا او العدول او محامي كما كل الوقت لبعض الوطائق ولهذا أجبر الواكين العقاري كذلك على هذا الوطائق لكي يعرفون الناس إذا أدخلوا عند الواكين العقاري رأي هذا الوطائق من ضرورية إعطيه إليه وإلا ما سوف يشدون من شروعه أو لا سوف يدخل المسألة القضائية لأنه سوف يخرج من السيركو للواكين العقاري سوف يقول له بحال السمصار لكن الغير مهيق ولهذا نبدأ بتقديم تقديم الدليل للواكين العقاري تعد جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أخطر الجرائم لذلك أقر المنتظم الدولي عدة وسائل قانونية ومؤسساتها للتصدي لها ومنع إعادة توظيف عائداتها وأنشئت لهذه الغاية منظمة دولية تسمى مجموعة العمل المالي وهذه مجموعة العمل المالي هي التي خرجت المغرب من ذلك المرتبة الرمادية لكنات روح لها ونيطت بها مهمة وضع إطار مرجعي ومعياري لمنظومة مكافعة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذا هو اللي دخلنا له المغرب من الناس الموقعين له ودخلنا فضل النظام هذا طيب قلما سطرة أخرج قانون اسمه 4305 اللي كان فيديوات دياله رغم ما كان لدينا في القناة اللي بغى يرجع اليوم وقد قامت بلادنا بمجهودات كبيرة لإرسال مقومات تشريعية ومؤسستية لمنظومة وطنية فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك لدعم نزاهة الاقتصاد الوطني والنظام المالي والمساهمة في الجهود الدولية لمحاربة الجرائم المالية بشكل عام بالنسبة للموضوع هذا هذا الشي اللي يقع هذا الشي اللي يقع هذا الشي اللي نسميه في الجرائل هذا التعتقل من أين لك هذا وهذا الشي اللي نضروع له وهذا إذا بغوا المواطنين باش تكون لدينا البلاد ديالنا القياة باش يساهموا كاملين في الموضوع هذا باش هاد المشكل هادا ديال من أين لك هذا ما يبقاش عندنا كما يقول المواطنين كاملين رقي الغتناء الفاحيش ولكن باش نكون الغتناء الفاحيش خاصتنا نديروا يدينا فيه وهكذا فقد صدر القانون 4305 المتعلق بمكافحة غسل الأموال بتاريخ 17-4-2007 وعرف عدة تغييرات أهم التغيير الذي تم بموجه بالقانون رقم 12-18 بتاريخ 8-6-2021 والذي تضمن مستجدات تجريعي على مستويين الوقائي والزجري وكذا إضافة سلطة إدارية جديدة للإشراف ومراقبة ومهن خاضعة جديدة من ضمنها مهنة الوكيل العقاري حيث أسند للسلطة الحكومية المكلفة بالسكنة مهمة الإشراف والمراقبة على الوكالاء العقاريين أولا الإطار الشريعي والتنظيمي لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعريف جريمة غسل الأموال حدد الفصل 574-1 من القانون الجنائي جريمة غسل الأموال بأن إحدى الأفعال تالية عندما ترتكب عمدا وعن علم اكتساب أو حيازة أو استعمال ممتلكات أو عائدات لفائدة فاعل أو لفائدة الغير مع العلم أنها متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574 تيري جوج بعدها والتي تتمثل في جرائم تالية ولو ارتكبت خارج المغرب الاتجار غير مشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية الاتجار في البشر تهريب المهاجرين الاتجار غير مشروع في الأسلحة والذخيرة الرشوة والغضر والاستغلال النفوذ والاختلاس الأموال العامة والخاصة جرائم إرهابية تزوير أو تزييف النقود وسندات القروض العمومية ووسائل الأداء الأخرى الانتماء إلى عصابة منظمة أنشئت أو وجدت للقيام بإعداد أو ارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية الاستغلال الجنسي إخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة خيانة الأمانة النصب الجرائم التي تمس بالملكية الصناعية الجرائم التي تمس بحقوق المؤلف والحقوق مجاورة الجرائم مرتكبة ضد البيئة القتل العمدي أو العنف أو الإداء العمدي الإختضاف والاحتجاز أو أخذ الرهائن الصرقة والانتزال أموال تهريب بضائع الغش في البضائع وفي المواد الغذائية التزييف والتزوير وانتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق تحويل طائرات أو السفن أو أي وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتلافها أو إتلاف منشآت ملاحية الجوية أو البحرية أو البرية أو تعيين أو تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال الحصول أثناء مزولة مهنة أو قيام بمهمة على معلومات متميزة واستخدامها لإنجاز أو مساعدة عمدا على إنجاز عملية أو أكثر في السوق المس بنظم المعالجات الآلية المعطية نشر المعلومات كاذبة أو مضللة حول أدوات المالية وأفاق تطورها ممارسة التحايل في السوق والأدوات المالية قصد التأثير في الأسعار البيع أو تقديم خدمات بشكل هرمي أو بأي طريقة أخرى مماثلة هنا نشوف هذا الشيء المحطوط هذا الجرائم المحطوطة نشوف هذا الشيء بأننا نعيشوه يوميا يوميا وكيدر المواطن طريقة أكثر هذا الشيء يوميا وكيدر المعطوط هذا الشيء يوميا تهز وكيدر السوق يوميا وكيدر وكيدر المواطن هذا فهذه هي جريمة الناس الذين تهزوا كذوب وعندهم غاية من مراهة يوصلون إلى كلام هذا هو حرق وعندهم عقوبة وعندهم معلومات غالطة وعندهم معلومات غالطة وعندهم الثاني هذا الشيء الذي يدروع عنه في البيع والهرام سوف نفسع كامل عمر التجارة الهرامية يقفون لك واحد في الزنقاء يقول لك أننا نبيعه ويقول لك أننا نبيع هذا ويقول لك أن يدخل معك الناس وانت تربح في الشهر وهذا يبيع لك الوهم وهذا الوهم هو عقوبة تتعاقبه ويجب أن الناس تعرفوا هذا الشيء هذا الشيء يجب أن المواطن يعرفوا لأن كان قانون يجرم هذه المسائل ويجب أن المواطنين يتابعوا يتابعوا لماذا نفعل هذه الفيديوهات؟ لكي نوصلوا المعلومات للناس لأن حق المعلومة وأي واحد عنده حق يعرف ما له ما عليه نحن نوصل لكم معلومات لكي تستفدو وكي تفيدونا معكم تأتي من الموضوع استبدال أو تحويل أو نقل ممتلكات أو عائدات بهدف إخفاء أو تمويه طبيعتها الحقيقة أو مصدرها غير المشروع لفائدات الفاعل أو لفائدات الغير عندما تكون متحصلة من إحدى الجرائم منصوص منصوص عليها في الفصل 594 جوش بعدها إخفاء أو تمويل طبيعة الحقيقة للممتلكات أو مصادرها أو مكانها أو كيف التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم بأن عائدات متحصلة من إحدى الجرائم منصوص عليها مساعدة أو شر أي شخص متورد في ارتكاب إحدى الجرائم منصوص عليها في الفصل 594 جوش بعدها على الإفلات من الأطار التي ترتبطها القانون من أعمالي هناك نجو ونشوفه هناك نشوف واحد نجح في انتخابات ما يكسب ما يعلان بين عاشية واضحة ولا مليار دير وتقول لك القانون تصرح لي بالممتلكات لا يصرح بها عندك يدخل في الفصل هذا من أين لك هذا وتطلقاتي هرب يعطي العائلتوك يعطي أخوتوك يعطي لهذا يبدو يهرب يعطي أصحابوك ولكن هذه هي عاقب على القانون ما يدرر يدرر الاقتصاد الوطني ويدرر المجتمع لأنه لا يحصل على ذلك الفلوس سيحصل عليها بطرق غير قانونية لأنه لا يدرر الفلوس إلا فقر مع ناس خرين وأنا خاصة المواطن يمتاتل لهذا المسائل لأنه لا يمتاتلنا كاملين لهذا الموضوع هذا رغم أن الناس الفاسدين ما سيبقى عندهم الحق يديروا ما زال هذا شيء رحنا اللي كنخليه الفاسدين يديروا فينا ما يبغوا ولكن فاش نكونوا كنمتاتلوا ونعرفوا ما لا نوم علينا تكون واحد درجة دي الخطورة كتنزل ولهذا كنقول نحن فاشكي خرج القانون دي الوكيل العقاري راستين في المياه دي المخاطر دي الجرائم الاقتصادية غادي تثبط لأن التوحيد ما غادي بقى يدير السمصارة والتوحيد ما غادي بقى يقول لك أنا السمصار لأن القانون اللي غادي يطبق اللي غايكون مطبق وغايكون يشرع المهنة هذي واللي بغا يخدمها الركين الموصوص القانوني لخصوص يتبع تسهيل التبرير الكاذب بأي وسيلة من الوسائل لمصدر ممتلكات أو عائدات مرتكبة إحدى الجرائم مشارئ إليها في الفصل 544 جوش بعدها والتي حصل بواسطته على ربح المباشر أو غير مباشر تقديم المساعدة المشهورة في عملية حراسة أو توظيف أو إخفاء أو استفدال أو تحويل أو نقل العائدات المتحصلة عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم مدكورة في فصل 544 جوش محاولة الركسر بالفعال المنصوص عليها في هذا الفصل يتبين مما سبق أن غسل الأموال وإعادة استعمال عائدة الإجرام المتحصلة من جرائم الأصلية الوريدة في الفصل 544 جوش القانون الجنائي لإخافاء مصدرها هنا يمكن قوله هو تبيض الأموال تبيض الأموال لقد تحرك الغابة تقريب ممتحل عائدة ممتحة سيكون أوضع تضيف ويأتي في الأغيرة مثل أن الوحد أخر تنفيذ يدخل في ألاحظ ويبدأ خطأ المخدرو من الأهم من الأموال الذين يأتي إلى ألمان ويأتي عندما يتقل مجددا للتبيض الأموال هذا يجب أن بعقوة ويقولوني لأنني أريد أن يريد أن أدار لنعرفه الفلوس أنت لا يضيفون لهم ويقولوني أنني أقوم بعمله الجمهور الفلوس يتعاقب وإن هذا النوطر لأنه يجب أن تحقل لأنه لا يوجد حق لأنه يجب أن يكون بسجارة وبنفس المساعدات يجب أن تحقل مستقبل الديني لأنه لا يوجد الحق ولكنه ليس لهم وليس لهم أن يهرب او اجتبك الاستردام لكي تشريك للبنكة ونعود ان تشريك للبنكة و عن طريق البنكة و عن طريق البنكة لن يتوقع هذه الأسئلة إذا كنت تشريك للبنكة فاهمين إذا كنت تشريك اتبه ان هذا الناس لا يمكنك لأن النوتير لا يدوز سيقولك اللخص على البنكة او لكريدي بونكر او لكريدي بونكر انا سوف يتذكر بعض الأمور لأن الناس تستبدوا منه لدينا واحد جوج تعريف الجريمة تعريف الجريمة ان شاء الله في الفيديو الله فراضي ان اذهبوا عليه مشيوه بشط 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 يكونوا فيديوهات صغر وانتبنى من ان الله يكونوا اخوان تستبدوا و الى فرصة قديمة ان شاء الله بحول الله والسلام عليكم دائما معكم خليد لاريم وكيل عقاري بمدينة الضربضاء لا تنسوا الاعجاب والاشتراك والسلام عليكم والذي عنده شكومنتر يحضر